بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة عين التعليمية حياكم الله اليوم سنتحدث عن موضوع أيضا في الاختبارات الغير رسمية أثناء عملية تقويم طلاب ذوي صعوبات التعلم من أجل الانتقال وهذا أمر مهم جدا لكل المختصين يجب أن يكون على دراية بأنواع الاختبارات الغير رسمية من أجل وضعها للطالب وكثير من الاختبارات الغير رسمية تكون مفيدة وأيضا ذات وضوح ودلالة أن الطالب يعاني من كذا وكذا وأيضا يحتاج إلى خدمات تكتب له في البرنامج التربوي الفردي بشكل عام وكذلك الخطة التربوي الفردية بشكل خاص وهنا لابد أن نتحدث كما تحدثنا أثناء العملية أو الاختبار الرسمي عن أن الاختبارات الغير رسمية أو الأدوات مستخدمة يجب على المعلمين قبل البدء بأي أمر وقبل البدء بجمع المعلومات عن نقاط قوة الطالب واهتماماته وتفضيلاته هو الملاحظة السابقة من المعلمين أن يكون على ملفات الطالب تشمل على ملاحظات سابقة المعلمين السابقين والمرشد الطلابي كذلك نتحدث عن نتاج الاختبارات السابقة ودرجات الطالب الصفية وأيضا نمط الحضور وحسن السيرة والسلوك لدى الطالب التاريخ الطبي إن وجد تقييم التقنيات المعلومات الأساسية للطالب وبناء على ما يستطيع المعلمون يحصل عليهم بينات سابقة استعرض معلمون جميع أدوات تقييم ممكنة والتي تقييس المهارات ودائما من الأدوات التقييم غير رسمية تشمل المقابلات تعتبر لكنها مهمة جدا مقاييس التقدير الملاحظة والتقييم المعياري والتقيير الغير رسمي نماذج من عمل الطلاب والتقييم مبني على المنهج هذه كما تحدثنا عنها في الاختبارات الرسمية أو أدوات التقييم الرسمية تحدثنا عن هذه النقاط وأسهبنا فيها من أراد أيضا الحصول عليها الرجوع إلى الدرس السابق للمعرفة ما هو هدف المقابلة وكذلك الملاحظة ونماذج عمل الطلاب تعريف للأدوات تقييم غير رسمية تلعب أدوات تقييم غير رسمية دور كبير عند تحديد اهتمامات الطلاب نقاط القوة تفضيلاتهم حيث تساعد اختبار غير رسمي في تقديم تصور أوضح عن الطلاب عجزت عن إظهاره أدوات التقييم الرسمية قد تبني الاختبارات غير رسمية بناء على المنهج أو قد تكون من أعداد المعلم الملاحظة دائماً والمشاهدة من المعلم دوي صعوبات تعلم للطالب هذا تعتبر من أدوات التقييم غير رسمية إعطاء الطالب بعض الأسئلة التي تعمل كصيانة أو ملاحظة أو بعض الأسئلة من المنهج أيضاً تعتبر الاختبارات غير رسمية وهي واضحة وسهلة لدى المعلمين دوي صعوبات التعلم في تطبيقها في غرفة المصادر كذلك أيضاً معلم التعليم العام استطيع أن يطبق هذه الاختبارات والأسرة كذلك أن تعرفت على ذلك من المختصين في التربية الخاصة أول شيء أنها قلة الاختبارات نظراً لقلة الاختبارات الرسمية المقننة في ميدان صعوبات التعلم لفئة المراهقين والبالغين مناسبة لمجتمعاتنا لذلك قد يكون من الأجدى استخدام الاختبارات غير رسمية في الوقت الراهن قد تكون الاختبارات الغير رسمية أفضل خيار وذلك لعدة أسباب سهولة الحصول عليها تصميمها من قبل المعلم تناسب طبيعة المراهق المتغيرة حيث لا بد أن تكون عملية تقييم للانتقال عملية مستمرة لا تتوقف نظراً لتغيير مراهق نفسياً وجدانياً انفعالياً وسلوكياً هذا النقاط على الاختبارات الغير رسمية وأنها سهلة الحصول عليها سهلة تطبيقها من قبل المعلم لا تحتاج إلى بطاريات وعمل فريق عمل متعدلة يستطيع المعلم إعدادها في أسهل الطرق والجميل فيها أيضاً أنها متغيرة على حسب حالة الطالب إذا كان في مرحلة ابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أيضاً في أيضاً مراحل المراهقة أيضاً تكون مناسبة في الاختبارات الغير رسمية ودائماً أكثر المختصين يعملون على الاختبارات الغير رسمية وكذلك تبنى الخدمات أيضاً على كثير من الاختبارات الغير رسمية ربما أنه يعد جدول غرفة المصادر لمعلم ذوي صعبات تعلم أيضاً من العداد وخطة تربويفردية وقبلها اللي هو الاختبار التشخيصي الغير رسمي وتبنى عليه الخطة ويبنى عليه الجدول وكذلك عدد الحصص التي يستخدمها أو أنها يحتاجها الطالب في برنامج صعبات التعلم أيضاً قائمة على الاختبارات الغير رسمية يوضح في الجدول الأدنى قائمة بالاختبارات الغير رسمية ومجالات استخدامها المقابلات والاستبانات هذه أيضاً مجال استخدام اهتمامات طالب توجهاتهم تشمل أسئلة عن توجهات الطالب مستقبلية أحلامه تطلعاته وهذا جداً مهمة في مجموعة الأدوات تقييم غير رسمية كذلك مثال لأدات تقييم تقييم اهتمامات تفضيلات طلعات الطلبة رؤية الطالب دون صعبات تعلب عن نفسه مستقبلاً تقييم تفضيلات الطالب المهنية وهذا يكون في استبانة تقدم إلى الأسرة أو استبانة تقدم إلى الطالب وكذلك المقابلة والملاحظة من الأول هذا أيضاً يبين عن اهتمام الطالب وتفضيلاته وما هو بناء المستقبل الأمر الثاني ملاحظة مباشرة يتم إعداد قائمة تدقيق الملاحظة سلوكيات محددة تستخدم ملاحظة سلوكيات الطالب في موقف ما سواء في العمل أو في الصف أو في المجتمع تساعد في تحديد نقاط القوة يحتاجها الطالب في التكيفات والتقنيات المساندة في هذه الملاحظة لابد يكون هناك تعاون من قبل الأسرة وكذلك معلم التعليم العام أن ينقل ما يراه أو ما يراه الطالب على الطالب داخل الصف يقول والله لمعلم صعوبات تعلم أنا رأيت الطالب يعمل كذا وكذا في داخل الصف وكذلك المعلم دعو صبعات تعلم يلاحظ الطالب أيضاً في فترة الاستراحة أو الفسحة للطلاب كذلك الأسرة الملاحظات تسجلها المعلم يدعو صبعات تعلم أيضاً في المنزل هذه الملاحظة تساهم وتساعد في كثير من إعداد الاختبارات الغير رسمية وهي تساهم في بناء البرنامج التربوي الفردي وعليها تبنى الخدمات التي تقدم للطالب كذلك التقييم الموقفي أو البيئي ويتم تقييم البيئة مثال عمل مدرسة ومجتمع ما ضمنه من سلوكيات مرتبطة بهذه البيئة وملاحظة سلوك الطالب في هذا السياق المحدد دراسة تفاعل الطالب واستجابته للعوامل الخاصة ببيئة ما مثال ملاحظة الطالب في استخدام وسائل المواصلات من خلال ملاحظة الطالب في هذا البيئة يتم تحديد قدرة الطالب على استخدام وسائل المواصلات وتحديد يتم تحديد سبل الدعم التي يحتاجها كذلك مثال لأداة التقييم وفق المطالبات كل بيئة يتم تحديد أداة التقييم الناس بقد تشمل تقييم المهارات اجتماعية عادات العمل مظهر الطالب في بيئة العمل نمودة تحليل موقع العمل هذه كلها تكون ملاحظة للمعلمين من أجل بناء البرنامج التربوي فردي وأيضا تعديل ما يحتاج تعديله من أسلوب الطالب طريقة الطالب أيضا في أي عمل يعمل الطالب ويرى المختصين أن هذا العمل يحتاج إلى تعديل إلى تطوير تكون هنا تكثف المهارات وتكثف الدورات وتكثف البرامج تعديل السلوك من أجل من أجل إعداد برنامج الفردي المتكامل للطالب من أجل انتهاء من المرحلة الثانوية ويكون الطالب تلقى مهارات ومواد أكاديمية تساهم وتساعد في عملية الانتقال التقييم مبني على المنهج الهدف هو تقديم معلومات عن مستوى أداء الطالب وفقا لمحك المنهج والتي تعد من قبل المعلم كما ذكرنا سابقا تساعد في متابعة تقدم الطالب في محتوى أكاديمي معين ذو أهمية في انتقال الطالب مثل التحاق بالجامعة أو التحاق بوظيفة المثال لهذه الأداءات يتم تصميم الأداء من قبل المعلم مفقا لمحتوى مادة دراسية معينة سواء في القراءة والحسابة أو الحساب والكتاب وهذه دائما المنهج دائما يكون معلم دوي صعوبات التعلم على دراية وأن يكون هو أسهل ما يقدم لدى الطالب داخل الصف أو داخل غرفة المصادر لأن المبني على المنهج يكون أيضا ملاحظة واضحة فيه وأيضا أداء الطالب ومستوى أداء الطالب وأيضا مهارات مفقودة على ضوء أيضا المنهج تعد الخطة التربية وفردية ونقاط القوة ونقاط الاحتياج والهدف البعيد المدى والهداف القصيرة والتدريسية وكذلك الدروس اليومية التي تقدم للطالب كلها مبنية على التقييم المبني على المنهج كذلك تحليل الأداء المدرسي الهدف هو تقديم معلومات مهمة عن نقاط قوة الطالب ذوي صعوبات تعلم اهتماماته تفضيلاته في الجوانب الأكاديمية يتم أداء الطالب ذوي صعوبات تعلم عند نهاية فصل دراسي أو درجات تحصيلية لمقرر معين اللي هو ملاحظة سلوك الطالب في الصف الدراسي شاركاته في العمل الاجتماعي الجماعي السلوكيات مرتبطة وهذه الأداء تكون في ملف إنجاز الطالب وتحليل ملف حضور الطالب ودراسة فعالية تكيفات والأجمل أن معلم ذوي صعوبات التعلم أو معلم التعلم العام أو فريق من تعدل تخصات يعمل رسم بياني عن آداء الطالب ومستوى الطالب الأكاديمي بمداية دخوله إلى الصف حتى نهاية العام وأيضا يعدل ما يحتاج تعديله ويطور ما يحتاج تطويره وكذلك مساعدة الطالب في المهارات المفقودة هذه تقريبا الإختبارات أو أدوات التقييم غير الرسمية المستخدمة في عملية التقييم طلاب ذوي صعوبات التعلم من أجل الانتقال كان معكم الأستاذ نايف بن سلمان الصقر في حفظ الله